السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدتي عمرها حوالي تلاتة وتتعين عام تلاتة وتتعين عام وبعد عندها املاك تريد ان تقسم التاركة من الآن على حياتها وعايز تسيب جزء من الاملاك انا كلمتها عشان مصارفها وكده يعني فقالت هتسيب جزء من الاملاك تصرف منه وبعد ما تموت اتهئه العيال العام اللي بتوفي خلي جزء املاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ستعطي في الدنيا على طريقة الهبات ويلزمها في الهبة ان تعدل تتق الله وتعدل اما الجزء الذي اذا ماتت ذهب لأولاد عمك لا يصلح لا تصلح الوصية بكل المتبقي انما تصلح الوصية بثلث المتبقي فقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث كثير انك انتظر ورستك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس صحيح انها ستهب للأولاد في الدنيا لكن التركة العامة التي ستتركها بعد وفاتها لا توصي فيها بأكثر من الثلث الا برض الورثة جميعا تمام اي ان كان برض الورثة نبس لا وصية الوارث استثنى العلماء شيئا قالوا الا ان يجيز الورثة تمام ان شاء الله شكرا